اشتركوا في القناة والتراث موروثنا الفلسطيني نصديف بهذه الحلقة الشاعر الصديق الزميل الحبيب نزيه الخندقجي العلاري أسعد الله أوقاتك أخي نزيه حياك الله حياك الله ميت أهلين الله يحييك أستاذ نزيه إحنا يعني يعني بحلقاتنا اللي نصديف بهذه الشعار أمثالك والوزد الجاليين والحدائيين ننتقي من يعني اللي بمياديننا الشعراء اللي عندهم الموهب والكلم والصوت والمور تجل حياك الله حياك الله فأستاذ نزيه إحنا بدنا نخلي الكلام يكون يعني أقل قدر إمكاننا من الغناء بدنا غناء وبدنا أداء حتى تكون حلقاتنا يشاهدها العالم بإبداعنا الفلسطين وزجلنا تكرم يعني إحنا إحنا جاهزين لكل شيء تعرف على نفسك في طبعا بحكيها أمام الجمهور وأمام حباليبنا المشاهدين للبرنامج هذا معكم نزيه خندقجي نزيه علاري لك بالغناء قال علاري كونس بدلا علار بردك علار أقول الاحترام الحمد لله رب العالمين إحنا مشينا في هذا المشوار الطويل وممكن كان صعب ولكن الآن إحنا الحمد لله رب العالمين صنعنا يتمتع في الزجل الشعبي أكيد أكيد يتمتع في الطراث الفلسطيني طراثنا ثابت وإحنا راح نواصل حتى كل الأجيال اللي إن شاء الله كرثهم من هذا الشيء نعم يعني نسمعهم هذا الزجل ما نحرمهم مشي لا إن شاء الله إن شاء الله بظلوا دعين يعني ممكن في منافسة بيننا وبين أهل الموسيقى على الموسيقى إحنا كل واحد يمشي في ضربه الله سهل عليه أما إحنا بظل أن الطراث الفلسطيني والزجل الفلسطيني نكدس ونحترمه صحي ونمشي فيه إلى آخر الرمك كل احترام إن شاء الله طب أنا بطلب منك بصوتك أنا بيع في صوتك يعني ما شاء الله يعني يدي مسحة عليك والحنجرة الحلوية بيت عتاب حلي أو ميجنة لبشوه مراسم تطدر مراسم وبيغروني في ماله ذهب حلو 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 هذا اعتابة يعني من من أنا بدي كمان تعطيبة اعتابة لأنه أنا متأكد يعني كل ما راح أشاهد الحلقة راح يعني راح يكيف سمتها بالصوت حلو اخف اخف انا فلسطين من قلبي بردها المظالم لو أتت ليها بردها أنا فلسطين من قلبي بردها المظالم لو أتت ليها بردها وبرد بشمسها وبرد بردها وما بعلن عنها مرة انسحاها حلو 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 أستاذ نزيه أنا طبعا من الناس اللي يعني معاشرك في الميدين ومجربك وعارف أدائك الصوت أنت الصاحب الغابق وفنك أنا بدي زي ما يعني الشيء بيكون إذا الشاعر ما كانش بإحساسه مع الجمهور مع شعبه مع وضعه فبلا منها مسمى يكون شاعر طبعا إحنا إحنا حداي شعبيين نصلح لكل زمان وكل مكان لأنه عنا الإبداع أن نعيش في الحياة المحسوسة ملموسة ننطيها شو بدها في كل وقت نعم وإحنا وضعه هذا الكل بعرف وكلكم شايفين الأوضاع اللي عندنا هالسعيات واللي عايشين فيها الناس من شو بتعاني الناس؟ بتعاني من كلت المصارم ومن كلت المال ومن البطالة ومن الضربات ومن الاحتلال طبعا هو عراس الكائمة هو المسبب الاحتلال عراس الكائمة هذا ما فيه شك لا يختلف علي اثنان أما إحنا مصيبتنا الداخلية لهنا كلت المعاشات، الضربات، تدريس، بطالة عامة نعم هذا بنطلع مضمونه بالحكي نخليه بالغناء هذا بنطلع مضمونه بالحكي نخليه بالغناء حاولنا نطبق هذا خراف في برنامج زي هيك لحتي الناس تسمع نعم وتشوف احنا مش شو الأنين تبعا وانا بقول يعني بنتخلح بيت عتابة انا عساس انه انا يعني يعني اعطي الجو لشاعرنا نزيه انه احنا بحفلة عرص اه بعطي البيت عتابة وبعدها ان شاء الله بناخد فاصل ونواصل بعدك توقع اعزائي المشاهدين فاصل وسنعود ان شاء الله نكمل لقاءنا مع شاعرنا الحبيب نزيه الخندبلي اعزائي المشاهدين عدنا اليكم مع شاعرنا وحبيبنا وصديقنا الاخ نزيه اخ نزيه كما قلت لك احنا بدنا نطلع من مضمون الحكي والوضع بدنا اه انا يعني بعرف التطبيق العملي انا طرابت منك قبل الحلقة عن وضع الناس وقعدت انا وياك وانت يعني جهازة اغنية وبشرفنا احنا نبلش فيها تفضل هاي الاغنية طبعا احنا بتحكي يهموا من الناس نعم هي بنوع الشعر اسمها الكرادي اه طبعا الكرادي اه بنوع الشعر اسمها الكرادي صحيح بنحب نسمعكم تفضل بنقول فيها قولوا محلا كون هاو يا ابو مازن يا عباس قائد دولة فلسطين نعم ارحموا لوضع الناس واشفك عالموظفين اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين البطالي عمت فينا في المخيم والمدينة وهل الكرة المساكينة عحالتهم الليين اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين كل يوم بيعملوا ضراب وين الهم يا شباب لأنهم فضوا لجياب ما ظلش ولا مليل ارحموا لوضع الناس واشفك عالموظفين ارحموا لوضع الناس واشفك عالموظفين ايوي الموظف المكهور بكعد أربع خمس شهور وهو يواعد بالدكتور وبأصحاب الدكاكين اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين انا واتطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين مش بجيبو ولا بارا يدفع جار السيارة وساكن بشكة وعمارا ومش دافع صرلو اسنين اشفكو عا وضع الناس واشفك عالموظفين انا اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين ايغاز ما فيش في الضار وحليب خلص لصغار ولا بنظورا ولا خيار وحتى ما ظلش طحين اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين انا اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين كل يوم بنحكي بتهون حتى غرقنا بلديون كل يوم بنحكي بتهون حتى غرقنا بلديون تسكرنا البليفون من الناس المتصلين انا اطلعا وضع الناس واشفك عالموظفين اطلع وضع الناس واشفك عالموظفين ايه اطلع وضع الناس واشفك عالموظفين كنا نصهر ليالي ونشتري الملبوس الغالي لكن حل من البالي تنصطر حالة نزيل ألا اطلع وضع الناس وارحم للموظفين أي أصبح في البيت الثلاجي مائلها لزوم حاجي ما فيها سمك ولجاج وما دخلها من شهرين اطلع وضع الناس واشفك علمو الظافين يا رب تهون هالبلوى عيشتنا ترجع حلوى يا رب تهون هالبلوى عيشتنا ترجع حلوى يخلف على الأمروى ويخلف آكرت التموين أيو اطلع وضع الناس واشفك علمو الظافين ألا اطلع وضع الناس واشفك علمو الظافين يا فياض احنا شعملنا تامنك هيك يمهملنا فيها العيشت بهدلنا الله يعين المغتربين اطلع وضع الناس واشفك علمو الظافين كنا نشرب من البير ونحط المي بالزير لا فلتر ولا مواصير رحمة رب العالمين هايو اطلع ع وضع الناس وشفك ع الموظفين هايو اطلع ع وضع الناس وشفك ع الموظفين والخلال الصعوب أصعب وماكنش بالفكر محسب لما يخلص كرت الكهرب اشو تعمل يا مسكين هايو اطلع ع وضع الناس وشفك ع الموظفين هايو اطلع ع وضع الناس وشفك ع الموظفين القائد قال الكلمات من القائد ياسر عرفات ابو عمار قاعد الكلمات الرحمي على عرفات قال هاك بالممات احنا شعب الجبارين هل اطلع اوضع الناس واشفك عالمو والظافين هل اطلع اوضع الناس واشفك عالمو والظافين هاي في الداخل والظف وغزي مجدور وحوك وعزي في الداخل والظف وغزي كو مروح ومشدوح الزين لو شربنا كاس المز بنتفاء لو بعد حين هل اطلع اوضع الناس واشفك عالمو والظافين هل اطلع اوضع الناس واشفك عالمو والظافين هلا كيف يعلم للطلاب وكيف يعطي من الكتاب اذا ابتفضل جياب ما بعرف يعطيهم زين واذطلع اوضع الناس واشفك عالمو والظافين هلو اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين هلو اطلع هذه الدنيا شو كنا بأحلام ومنيا بكل ساعة وبكل ثانية بيت خربط واضعنا يا زين اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين هلو اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين كل يوم بتعطوا لوعود هالإشي ما إلو حدود كل يوم بتعطوا لوعود إنها بتيجي النقود صار يا خيب الأحدود وين الروح يا بسليمين اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين هلو اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين شباب طويلي وعريضة كل يوم بهيضوا لهيضة ممعهم ثمن البيضة يطعاموا الصيصين اطلع وضع الناس واشفك عالم ووظفين اطلع وضع الناس واشفك عالم وظفين اطلع وضع الناس واشفك عالم وظفين أعزائي مشاهدين فاصل وسنعود إن شاء الله أعزائي مشاهدين عدنا إليكم نكمل بحلقتنا المميزة حلقة الزجل مع شاعرنا الزميل نزيه الخندقجي أبو أسايد الله يحييك أستاذ نزيه أنا يعني من المعجبين وطبعا هذا شيء فيك بطبيعي بصوتك الحلوة وورابك الحلوة ما عليك زودية بدي منك زجلية شروقية قصيدة إذا أكرمت تكرمت أنا في عندي قصيدة ممكن لا يكفى الوضع اللي احنا فيه برضو كمان يعني نصك مان كمان نكون في الأمر الواقع نحن عايشين تفضل هنجا يجا يتغن ليكم في الإذاعة بعلم وعقل وبكو وشجاعة تسمع صوت لها الوطن كله بعدها بيحكم علي الجماعة حلو إذا مأهل لفوك الإيد علو وذن العكس علنو بعد ساعة أنا ضرب الشعر اكثير ملو هويتو ونا بسنين الرضاعة من تاه الضرب واجبنا ندلو من شمت بيهن منعلو الشفاعة يا مهل الأدب والشعر زلو والزلي واردي ملها مناعة رغم إنهم بها الأيام كله تراث بلادنا تحقك وداعا الأغاني الفاجر بها الوطن حلو زتون بلادنا كالرب ضياعا يا حرام أشب اليوم أشب اليوم ذاب وججل ونسي الضف ونسي غز وكطاعة في نص الليل حاول اتصلوا الركم مشغول مع أهل الخلاعة ظروف أباءهم بيستغلوا لذاك المر ويام المجاعة يريت نشوف لها الوضع حل والحل بيلزموا شوية كناعة أول شيء قلبك استحلوا لتبكى في هوى نفسك بطاعة والثاني شيء دينك استدلوا واعمل فيه قدر الاستطاعة والثاني شيء اسمها الوطن علو الوطن غالي مهوس العوب ضاعة ما بدي أخذ الميدان كله وانتي بس ملك الاستماعة فأنتم صحبتي وأهلي جميعا وهذه حقيقة ما هي إشاعة حلو حلو يا نزيح حلو كل احترام أنا بقول الشراك هيك بحوار اللي يعني كثير يطلب من الحداي والشعار في الميدين حوار قري ومدينة صمرة وبيضة فلاحة ومدنية حماو كني يعني بشيء الواقع شاب وبنت مروا جوز شو يعني أنا بتوقع أنه يعني عندك يعني إحنا جاهزين للكل إحنا بس فيه شغلات يعني منفتي للنظر يعني مثل الماضي والحاضر مثل القرية والمدينة حوار حلو القرية والمدينة أنا بتحب تسمع منه إش يعني تفضل هيا نسمع تفضل بدك تكون في المشاركة طبعا أنت طبعا أنا من مشاركة ويلا افتح أشوف يا حبيبي افتح هاي ما أحلى القرية والريف فيها بيكرموا للضيف ومش ممكن يرفعوا السيف بوجه ضيف الرحمن طبعا الحوار تأخذ أنت القرية وأنا أخذ المدينة أنا ما أخذ القرية لأني كروة أه وأنا كروة ومدينة أنا من قرية ومدينة أنا من فلسطين حبيبي إذا أنت مشاركة تكون يعني للمشاهد يعني عارف في أي إحنا الشيء أه طبعا أنت بتأخذ القرية أه وأنا بأخذ المدينة مبروشي على القرية حبيبي تفضل تفضل هوم أحلى القرى والريف فيها بيكرموا للضيف ومش ممكن يرفعوا السيف في وجه ضيف الرحمن المدينة جنت القون عليها الناس بيجون والبضاعة بيشترون والملابس للصبيان كيف القرية معنى العروب الكرم ليها منسوب وكعدي بظل الخروب يبتسواك سر غدان عالمدينة بيجي الفلاح كل يوم مساء وكل صباح عالمدينة بيجي الفلاح كل مساء وكل صباح يشتري موز وطفاح وللمرة أحلى فسطان هو في الكري الناس موحدين وبقدر الله مؤمنين بتكاسموا لكي سطحين بين أربع خمس جران أي قالها خير الأنام اتجارة يا كرام قالها خير الأنام اتجارة يا كرام عند تزحم الأقدام يعني المدينة يا خلان حي في الكرة في احتشام وتمسك بدين الإسلام في المدن شو في المدام ما بتفرك عن الشبان إذا بدك هوية من الدائرة الحكومية عالمدينة بتيجي يا خي تسجل اسمك كمان كعدي مع ستي في البيت مع خبزي وزيتوني وزيت بتسواك كطرقوا لكويت ومع دبي ومع عمال أي قالها الرب الجبار في آيات كثار كثار وذكر المديني مرار حتى بآيات الكرآن أو ستي بتنكر في المهباش بنفسي بشعر بنت عاش كل المدينيник بتسواش حفن الزعتر في المصحات لما انهاجر الرسول كصد المدينت عطول لما انهاجر الرسول كصد المدينت عطول لأنه بيها الأصول وبيها بيكرم الضفاة في المدن شوف البلوات في المشروب والجنطات ومن دخنة السيارات الناس فيهم سرطان في مكي كان الكفار يعبدوا النار والإحجار وطردوا النبي المختار أبو جهل وأبو سفيان أي مكي يا إم الكرة فيك التقاو المغفرة الدين فيك أظهراء فيك انتشر الإيمان ابتحكي عن المدينة أسمعت العالم بينا وانت كل يوم بتجينا اتبيع الجبن والألبان اللي دخل للقرية وشاف كل شي فيها اختلاف الصهرات والزفاف وحتى حنات العرسان أكم من قرية عتت عن أمر ربها وبغت حتى ضربتها أجت أمر من رب الأكوان في المدينة مشتتين شي منهين وش منهين عن بعض من السائلين أي كأنهم ما هم جيران اقرأ الآية بمعناها مش من عنا جبناها أكم من قرية هلكناها ودمرناها بثوان في القرية كلهم شراكي أي بالفرح والتباكي الكل بيحكي في داكي دمي وروحي والشريان أكم منك اقرأ الآية بمعناها أي مش من عندنا جبناها ربك قال أهلكناها ودمرها هو بثوان في الكرية القلبي الوهاجب يضوي من دون السراج وكلتي مسخن بالجاجب تشفي لا كلبي العيان جيت عنا سكافي حافي من الكرية وعقلك طافي ما بتعرف طعملك نافئ من قطايف رمضان في الكرية أطيب مأكول بالشتاء أكل المفتول مع لحمة غنم وسخول بتكعد لك جمعة خرمان اطلع بنت المدينة طعم لونه عكله زيني وبنت الكرية المسكينة شاضرة حتح الطرفان في الكرية ما أحلى الصهار على البذر عضي الكمار بتسود بيو كطر والإمارات مع لبنان دعا للمدينة ليلة واسهر لك صهر طويلة خذ لك نفس أرقيلة بتكون انخيلك تلقى لو أعلى من فوق الأكمار أو أسكن عمك البحار مثل كرية ناع اللار أبدا ما فيش مكان هل سيب الكرية وتخلى روح عالبير ورمى الله وبتو الكرم بتتجلى وبتعيش انتي باطمئنان ما إش بيحلى بعيوني ما إش بيحلى بعيوني إلا شجرة الزيتوني واسمع صوت الحسوني أو كطيع من الغزلان اي رحت عالى القرية نيوم وعند صاحبي كنت معزوم كما اجبرني على النوم أكلني الهسهس والذباب اي عند مين كنت انت جايدي للنظر تلاي اتكلم هنا معاي احنا أرباب الدوان أنا بدي أحكيها بصراحة عن المدينة والإفلاحة في المدينة بدي أحكيها بصراحة عن المدينة والإفلاحة بالثنتين اشوف الراحة بتكملين يا إخوان هاي والراحة احنا اللي شفناها لما المدينة عرفناها والكري ولنسناها في طول العمر ثوان القرية والمدينة وقلبي وحبة عيني يعني العيش زيني بفلسطين حلى الأكوان كل احترام وكل الشكر يعني لا شك ان القرية والمدينة مكرمناتنا بعض ولكن هيك الحوار هيك الحوار مطلب الشي ملفت النظر يعني النار بكون حوار بين كافر ومسلم يعني بدافع عن كافر ما بكون يعني معناها كافر أو بين يعني شيء يعني النار وجنة كل شيء في له في له سلم الحوار هيك مطلب يعني القصد إنه أخي نزيه وإن شاء الله يعني بحلقة أخرى نستضيفك بفنك بصوتك الحلة الله أحييك ولا شك إنك أنت من الشعار اللي يعني له موجود بهالوطن وحضور بالحفلات والأعراس والمناسبات تستمع عليك زوني معا عندك بيت عتاب أنا بسمعه مستعد من صوتك يعني حييك أهل مكان يهوانا ملحنا أهل مكان يهوانا ملحنا وما ظني في حدب ينكر ملحنا يهوانا ملحنا يهوانا يكل إنسان شاهدنا وملحنا ما بنسى طيبنا اليوم الإحساء كفوقي يا سلم إن شاء الله أخي نزيه إذا ما قلت لك بصداية حركة أخرى عزائي المشاهدين أسعدتم بأسعد الأوقات نترككم برعاية الله دائما موفقين في حياتكم كل الشعب الفلسطيني أينما كان بالداخل بالخارج بالفلسطيني الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة